أحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من برامج بلاد سبور في الجزء أول تكلمنا عن كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وتكلمنا عن المنتخب الوطني بعد هزيمته بثلاثية كاملة ضد المنتخب السنغالي وتطرقنا كذلك للأنديا الفرنسية وعلى رأسهم نادي نوت الفرنسي الذي سرح بعض لعبي المنتخب الوطني بعد مشاركتهم في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وقفنا عندك فريد كانت عندك فكرة قبل من نروح الاتحاد العاصمة لأن الجماهر تحت احد العاصمة يتسنفق اليوم الجماهر تحت احد العاصمة ويتسنفق فريد والله أحبب الله أحبب تبرك على الشاب الذي يتكلم هذا كبير في عقله الجوان جوار يونس يونس بن علي كنزان ولا سنة ديسات ولا كبير في عقله كيف يدكرار ويلي فئر هذا هو عبارك وشكين كما هذا في فرنسا يببوك الجوان ما ذلك؟ نحن نقوم باقي جوان نحن نربوكم وتو ما تروحوا منه ما تحصل على جفش نحلو لأفير تتاو هذا جوار نقول لكم بلوس تكنيك قال لي عبدالنور نحن نده جوار جوار منعجب الجوان أقل لك فريد شابه زروقي على المتخب الأول شابه زروقي على المتخب الأول شابه زروقي على المتخب الأول إلى ماتحن صحيح نحن نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة الكونغو وليمال إن شاء الله الإطاحة بالمنتخب الكونغولي وتأهل إلى الدور الرابعة نهائي نذكر فقط أنه بمجرد الوصول إلى نصف النهائي رح نتأهل مباشرة إلى كأس العالم وهذا هو الهدف من هذه الدورة الاتحاد العاصمة يوقف وزحف الجيش الملكي المغربي وتأهل عن جدارة واستحقق سي فارد زميتي بلوك عليكم مرة أخرى هذا التأهل الجمهور كان معول على الجمهور الاتحاد العاصمة كان تايق في الفاريق كان تايق في اللاعبين كان تايق في المدربين حتى قبل التنقل كان حضور جماعيري كبير إلى طبعا المطار ولكن قبل هذا سامحني سامحني والد من فضلك كانت عندي نقطة مع فوضيل كنسانو الأورغانيزازيون إلى برس في القيارة الأقل من 17 سنة أنا ما تلبش عليك أنا ما زال ما شفت حتى مباراة علاش ديجاج جزتو مو؟ مش عارف ربما أنا ما الوقت ما يساعدش لأنه مثلا لذا كانت المباراة على الثامنة ليل أنه يطلب منك على ربعة مساء أن تذهب للملعب يعني تبقى ربعة ساعات قبل المقابلة ثم ساعتين تعلم مقابلة ثم ساعة أو ساعة نصب بعد المباراة نظن بلي وقت طويل بزاف نظن بلي المنظمين كان من الأفضل من الأفضل أنهم على الأقل على الأقل يراعوا لهذا الجانب هذا لأنه الوقت عنده قيمة يعني مش نضيعه ثم لساعة تشوفوا مباراة نظن على الأقل على الأقل كانوا يسمحوا يسمحوا لصحفيين أنهم يجيوا للملعب ساعة أو ساعتين قبل سيارتهم الخاصة؟ حتى لو بيش بسيارة حتى بسيارة المؤسسة مثلا مثلا المؤسسة كما كانت في مباراة المنتخب الأول أعطونا دي مكارون من طرف الوزارة مع الاتحادية واللي حبيت نقل بسيارته بالمكارون ولا بسيارة تعالقانات ولا تعالجريده هذه بطولة تعشابات ما فيه بارك الله وفيك بارك الله وفيك بارك الله وفيك بارك الله وفيك لكن أنا مع الأسف أنه بقات نفس الطريقة تعالشان هذيك نظن باللي فوقي في وقت وصاف ربما المنظمين عندهم ولكن بصراحة عمري ما شفت هنا تنظيم مثل هذا فيما يخص دخول الصحفي لا تكلم على أشياء أخرى بارك الله وفيك نور أن الرسالة وصلت ومن هذا المنبر نتمنى أنه يتم إعادة النظر في هذه القضية حتى يتسنى أو تسهيل أمور للإعلاميين والصحفيين أجل التغطية مثالية إن صح التعبير لهذه الدورة نور نال ونريد الخوض أو الكلام عن النقاط الأخرى أو نشوف فيك أكحاب تزيد حاجة ببعض عندك إضافة يعني حاش بليك أكحاب تزيد حاجة أنا سنتي عندك تدخل في هذه القضية أو لا؟ نعرف أنه كان هناك بعض تغيير فيما يخص رئاسة أو لا يعني الناس اللي راهي تتسير في هذا الكأس الأفريقي شوفنا كان ذهب بن حمزة وكذلك يعني الأفراد اللي كانوا فيها كان هنا جامعا مربوط يعني لما نتكلموا مع الناس اللي راههم قايمين نتكلموا على الناس الموندينة يقول لك هناك نقص في الإمكانية في الميزانية يعني ما راهيش إمكانية اللي كانت في الشان لهذا كان هناك بعض نقوله بعض التجاوزات أو بعض نقائص ولكن كما كان يقول هو يعني أحفظين أنه الصحفيين ما مشي يجو أحدهم نحن نتكلموا عليك قناة البلاد لما نجو نجو مع السائق يحطنا أمام مدخل الملعب ندخلوا يعني يعني بالمطرير ندخلوا ديالك يومه بلا سيارة ندخلوا على الأرجل ماذا يمنع أن نودي لك ماكارون لكي تخلوا له هذا هو السؤال المتروح لأنه خاصة أنه داخل الملعب هناك يعني باركينج خاص الإعلامية؟ باركينج الملعب يرفض حوالي 5000 سيارة هناك جناح للصحفيين هنا نقول أنه لما ندخلوا راجلين يعني بالأرجل يعني التنظيم يعني جيد وعنى هناك الدرك الوطني يسهلنا الأمور كل شيء ولكن لو يخلونا ندخلوا بسيارات يعني تسهلك المأمور يعني أنه هذا التنظيم والصحفات تكون فيترين للمنظمين ينشير 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 نتمنى إن شاء الله أن تكون رسالة وصلت بالنسبة للمؤطرين والمنظمين يرام على رأس كاس إفريقيا لأقل من 17 سنة إنتحاد العاصمة يوقفو زحف الجيش الملك المغربي ويتقاهل عن جدار واستحقاقات الإختلاسة لأبون شيخ نحكي وليلي أسمى أسفالكم أن نكون بغير على لي أسمى ألف مبروك ونكور إنفوا لأرمام الشوپ أن روجي نوارا شكرا لأسي المسؤولين لأحضر معنا مبروك عليكم شيخ لأسفال لأسفال لي عنده لعبين ولكن صراحة بالعزيمة على اللعبين خاصة نقطة علامة كاملة للجمهور ليسند الفريق تعه خاصة في المقابلة على الذهب اللي مسأت على المدرب اللي يعرفوه الناس مدرب اللي عنده خبرة عمل في المغرب هنا ديطايير اللي كيبها دي كيما لازم الحال صراحة وفي المقابلة شفنا عزيمة كبيرة من جهة اللعبين عزيمة كبيرة هذا اللي خلنا نفزنا في الشوق الأول الشوق الثاني كنا على دراية بلح تكون مقابلة صعبة لتنين سفر احنا يا راحين راحين دا صدي راحين مشان اللي نخاف هو لي خاف كيما كالحال دخلنا هذا العقلي عند لعبين قلنا باللي الفريق هذا راح يمتقع ما في كي قلنا اللعب راح يمت في الدقائق الأولى كيما كالحال ولكن كانت التحذير دهني كان كبير يسجلونا نوليو سجلونا 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 في ثمانية دقائق سجلتوا على نفسكم من الصحة التالي ماليش هذي كان ولينا في تناشة دقيقة ولينا هذا اللي رجع الفريق خرج خرج من ماذا يجعل ردواني يكون في ذلك المنصب ولو انو نعرف الظاهر ايمن اش فينا كي قلبه هجوب والله غير مشالا اقولك كانت الاباس تاع تومي تومي اه وكانت ان اتاك ردواني ولا وعود راح بسكنه كان لما توليو 6 متر يحصل العروض ترحل 4 متر جاب هلو فراثو كي مقولوا الاخر إنه نقترب que سجلو فيه كنتغالي صحيح وانقدنا في المقابلة وانقد اه ماذا نقول لك ارادة ارادة كبيرة شوفوا الكلمة عبد الحق ولانيا الكلمة مع العابين ولا الحاج الكلمة مع العابين هم في.. 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 معنى شو نقول لك، نقول لك باللي كانوا وعيين ذو قمت بتفريد بالماللات ذو أحدينا مشكلة عبا اخت ما قلت لناس فريد بالماللات ذو فوضيل، ذو كيفا؟ ذو كيفا؟ ذو كيفا؟ ذو كفاس هان سمع زافي، بدأت في تريفهم اهو يعايد ذي شمعا فريد عنده مهمة أخرى مع الحراس حتى مع الحراس يسقي رغم بعد عليه يبعد عليه ويتكلم ونتناصحوا بناتنا هذه صراحة كان عامل جماعي عامل جماعي كبير صراحة اللي خلنا باش نتأهلوا في هذه المقابلة ما كان سهلا لازم نستعرف باللي تعبنا بزاف لأننا تعبنا لكن علينا نروحوا باش نجيبوا تأهل مش كان سهل والحمد لله نضرب بإرادة الجامع أنا على بالي شيخ باللي طاقم الفني لم يكن راضي بعد المباراة والتأهل كذا لم يكن راضي على تلقي تلت أهدف كميلة في المباراة والله شوف أنا قلت لك فارق حتى لو تأهلتوا سجلتوا هدف فارق قوي ولكن الحاجة الإيجابية هي نولوه في المقابلة هذا هو الرياكسون كان تم الشاك فو نوليه صح سجلوا علينا تلت أهدف وهي تلت أهدف كلما سجلناش كنا تقسر ولكن هذه أكوت القادم أنا عوزي أنا با روكولي والحمد لله لذلك كان رمضا بالالجوء لانضربة نرى الناس وفي هذا هدف تلت أهدف أعلى من شاء الله ما زال مشوار ما زال ما زال ما زال مزال نتكلم على نصف نياحي عبد النور عبد النور تأهل مباراة رائعة في ملعب خمسة جوليا حضور جماعيري كبير جداً نقول رائع جداً تحفيز تنقل المطار استقبال اللاعبين عند العودة طاقم الفني نقول طاقم الفني رفقة اللاعبين عارفوا كيف شيعودوا يسترجعوا الجمهورية للمندرجات أنا أولاً هني اتحاد العاصمة وفريد وكل طاقم الفني على التأهل هذا يعني المستحق نشوفوها ذهاباً وإياباً أنا أقول يا زيد في شفت الزوج مباريات يعني ذهاب وإياب الشي اللي كان لازم في هذا المستوى اتحاد العاصمة ندار فيه العكس الفرق طوانا مع الأسف شباب الوزداد ولا شبي بتلقى بعه يعني في المباراة الأولى أنه في هذا المستوى إلا ما لازمش منجمش ترف تفوز ما تنهزمش وما تتلقاش أهداف وهذا الشي اللي سراب بالنسبة للاتحاد العاصمة ده المباراة مثالية في ملعب خمسة جويلية سجل هدفين ومتلقاش هدف ومبعد مشال المغرب تعاملوا في المباراة كما قال فريد أنه عاود استرجاع يعني ته... عاودوا له في المباراة يعني هذا كل السلبلون بسيكولوجي كانوا لعبين وجدين التقم فني عرفه يتعامل ونظن من ناحية تاكتيكية قراءة ممتازة على التقم الفني عرف كيف يتعامل غمانه التجربة بتاع بن شيخة معروف في المغرب ينسو نظن زوج مباراية مثالية ومستحق نظن الاتحاد العاصمة هذا الشيء اللي كان لازم يديروه في مباركة مع هذه ضد رأي الترتيب دوري المغربي وهذا الشيء نتمنى وان التحاد العاصمة ما بقاش يعني الدرجة ولا النهائي نظن هذا الموسم ممكن كان يعرفوا يتعاملوا ان التحاد العاصمة ينجم يعني تكون عنده حنتكلم على مباراة النسف النيعي حنتكلم على مباراة النسف النيعي فوضل كيف شاهد المباراة هل تأهل التحاد العاصمة لأول مرة في كأس الكافة لدور النسف النيعي تأهل في طبعة سابقة وفي ربيض أبطالي في القيام بصيغتها الأولى والثانية وكأس الكؤوس في أول مرة تحاد العاصمة يتأهل النسف النيعي من كأس الكاف بعد الإطاحة بالجيش الملكي لعلى الورق الجيش الملكي كان أفضل من تحاد العاصمة حتى الصحافة المغربية لم تفهم كيف تم إقصاء الجيش الملكي عن طريق كاتبة بن شيخ أفضل المنافسة الأفريقية هذه سواء كانت رابط الأبطال وكأس الكاف لما تصل مرحلة متقدمة لنصف الربع النهاية ونصف نهاية فكل فريقي يظهر بوجه جديد أنا اتفاجأت بصراحة بالمستوى تحاد العاصمة يعني مش المستوى الفني فقط يعني أولا الحضورة للفريق ثانيا أنا كنت تتوقع أن هذا الفريقي يتلقى هدفي بداية المباراة وهو اللي صار لأنه لماذا كما قل لك فريد أنت فريق متخلف بهدفين يحاول على الأقل يسجل هدف مع بداية المباراة نصف ساعة الأول حتى يدخل لك الشك ولكن فريق اتحاد العاصمة ما موقعش في هذا الفخر لأنه عدل بعد حداشن داقيقة وهذا الشيء اللي يخل يقول لك الهدف كان غالي جدا حداشن داقيقة هذيك هي اللي قلبت وجه المباراة وخلت الفريقين يلعبوا تقريبا في نفس المستوى ورجعت الشكل اللي كان عند الفريق المغربي يحصل بهدفين ثانيا هذا من ناحية من ناحية ثانية المردود اللي يتقال لعب به للفريق الاتحاد العاصمة نظن بالاتحاد العاصمة تفوق على جيش الملاكي أولا من ناحية الفردية خصوصا من ناحية الفردية اللاعب الفريقي هذا كل ما يمده شفنا التمرير على الهدف الأول هدف الثاني شفنا اللاعب مزيان اللاعب محيوس يعني الحارس اللي نبوت الحارس اللي كانت عنده عدة خرجات يعني نحها كورات كانت تقدر تكون خطيرة نظن باللي من ناحية الفردية من ناحية وبعد ذلك من ناحية الجماعية وخاصة الجانب بسيكولوجي لعب دور كبير نظن هذا الفريق هذا لما سجل الهدف نظن باللي اللاعبين تحت العاصمة لما عدلوا بعد ح действительно دقيقة داروا في راسهم اللي اللي قادرين اللي قادرين غير قاترين بشي يديروا نتيجا قادرين بشييتعادل وكانوا قادرين يتغلبوا على الفريق هذا ومن بالإتحاد العاصمة وربما فريد يكون معي في هذا الرأي أنه ربما يلعب أفضل مباراة في هذا الموس سيفري ضد الجيش المباراة سيفري إتحاد العاصمة في كاسي في القيادة جلالا ليس إتحاد العاصمة في البطولة يجب أن يجاوبنا على هذا فريد الله كنت تكلم عن شيئ هذا طرحته لي قبل أن نجاوب أحب أن نقول أنه أنا شخصيا كإعلامي متابع لشأن إتحاد العاصمة وكذلك المدرب عن الحق من الشيخة لما جاء سيد بن الشيخة الاتحاد العاصمة ودهب سيد بلام شارف كنت متشأم شفت نشفة أنه بعد الحق بن الشيخة البصرش الأخرتاء في جزيرة في وفاق ستيف كيف الشيخ انتهت المشوار تاعه صح في بعض الأسابيع أن ينصرف من الفريق خاصة كذلك وش صرف في الاتحاد العاصمة في مباراة اللي تلعبت في ضلبيضة أمام هلاش الغوم العيد الأنصار ما كانوش يعني معجبهمش الحال وكلش وش صرف بعد نهاية المباراة ولكن رغم هذا مباراة الدهب شفنا اتحاد العاصمة الأنصار كانوا جمهور من دهب وكما قلناها الأسبوع الماضي الأنصار كانوا لاعب رقم 12 بالفريق وكذلك لما تشوف الفريق في كأس الإفاقية أو عودة بعد اللاعبين كما كنا تكلموا الآن على سعد ياردواني يسجل في مباراة الدهب ويسجل مباراة الآياب والمرضود التاعوا الطيب سعد ياردواني شفناه زواري زواري مباراة شيتا شيتا يعني رجع وسمى شيتا من زازا من زازا تحس أنه وش كان مطلوب من بن الشيخة والطاقم في النتاعوا أنه يمدوا دوزي مسوف لللاعبين ويعودوا يرجعوا للروح لللاعبين أرجعت الآن باللاعبين تاع اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة تاع بداية الموسم وإذ بداية اتحاد العاصمة تاع الآن نقوله موش فريق واحد فريق واحد اخر له الآن نظن أنه الكأس الفريقية راي تبتسم باتحاد العاصمة باتحاد العاصمة راه يجري من وراء الكأس الفريقية فوضي على كل حال الآن الأمور تغيرت بالنسبة للمباريات المتبقية نصف النهائي شيء آخر نصف النهائي في الجزء الثالث نصف نصف ولكن كنت جلال البق بيانسير جلال على بين بطولة و الكأسف بطولة كنت أعطيك السيناريو تقول لي بلا شوف بدينا تمليا جنفي نقطة كسطاف كان من أن تلعب؟ كان عندنا خدمنا شامل في الـ 70-4 الـ 8 الـ 8 ربعة و 33 صفر و ما عشنا في عجزاء بالكثير لماذا لن تتحدث عن هذه الفترة المعتم للقناة لقد كنا في هذه الفترة لقد كنا لنسبة 9 أولا قد وقت الشهار عشنا لقد انتقلت ل pH 9 أولا وقامتنا إلى 9 أولا كذلك طربي ترجمة نانسية عمارة ونعملنا في عملية косفائلات ليقفوا باتتالي ويعملنا في ترجمة نانسية النديم الزن مرتفع وكل مالذي ثم نجد يتع мне العملية ويتعون 18 شرط يتم وتجعونا إنه صديق عاد نانسية في عملية ما نجيبش يديرو في الطراجور. وهذه جوار هذو كتار كانوا عيانين بعد ما كملوا الشان هذيك سيتي إفروفهم؟ هذيك هذيك مفرغ منها لأننا لعبوا سي ماتش ولا مش عافشان. ولكن الجوار هذا اللي ناف جوار سيديز انترنسونو كان ربعة ولا خمسة سنتي تولار. كيفاش تتعمل معهم؟ حنايا كانت فترة هذيك صعبة لنا. وكانتم بعد مقابلا ما نجموش لخدمه. ماتش ركيپاراسون ميزون بلس تلعب. ماتش هكذا. هذيك ده ما عندناش الوقت. ما كشف. لهذا ما كانش الوتوماتيزم. بعد توقف البطولة خدمته شوية؟ ومشينا مشينا بدنا. ولكن كل ناس يزيد قال لي على البطولة. يزيدونا جوي سام ماتش. ونا بردو يام ماتش. سيفري ستيف. مامي شبادل المانيار شيخ؟ لا لا شوف. شبادل المانيار بتاسيبال المانشوس. هل تيحد العصيما يقى روحوا أفضل في ملعب خمسة جويلية؟ في البالك ملعب كبير. هذا ما أريد أن نقول لنا؟ كما تومي لي برفي في ملعب خمسة جويلية. ملعب إتحاد العصيما هذا الموسم. أو ملعب إتحاد العصيما أو ملعب إتحاد العصيما أو ملعب. أو مالك الملك كبير. بالنسبوع لنا. أي سروى بال أفضل في مغنيه؟ في مغنيهات سوفت البلك فيical. نحكموا بتصقيم الإحادة الفويتبولURجيرية. فوادي بلنسيا عبدالنور أوزر. هو مالك الملك من الكوذه القريمة من إحادة تبع فشخفهم مساكاً ياف. ؟ Sakura كانت التجول وقمة أيدي من الملكة في الOSH Plaxt. بالصح للمنزل. فراكوب في الحصول يفوتون مهم. نعم. يتجرب لك الضربة الترجيخ. والله يتوجه الفراكوب بأسرابي. لكن قلنا نحكي لك ما ينتهي. فارد حكي لي كيف أشكوا فضافي موتي في الجوار في الفيستير قبل المباراة. قبل أن تذهب للفترق يتروجك هنا أدريك 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 كيف أن يشترح أدريك اسمتون بسبب العبد الحق يسمون الإستمرار أدريك أو أدريك 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 الكثير المترجم الثاني يشعرون بشكل جديد ماذا تشعرون بشكل كما تعطيه؟ في واحد الموتيفات كان موتيفات شوف ما الذي يتعطيه لا موتي يتعطيه كيف يتعطيه بكثيراً؟ وحسيته بك أن دخلي دي المباراة تاريخ برمالله كانوا كان موتيفات لأنهم لم يكنوا شيئاً سرپريز ستتن سرپريز وصا سبيرفلشي حاجة كما هدي ببعض أنا نقول لك دخلوا لجوار بعد ما أهدرناش بزياف صراحي مجتور مجتور لأنهم لدينا في ربان في المعجل كان هذا الموتيفات كانوا كنا أم التجربة طالما كانوا كوروانا كانوا كمشس سوئ بمتاري قلئوا لكم وعندما كانوا مجردون ما أولوا بفضل وعندما كانوا برمال�� وعندما كانوا مجردون وعندما كانواوا وكيف يتعطيه وعندما كانوا يشعبون حسنا مجردون حسنا بضاق كيف حسنا هو الكتو هل تسعيل التسعيل؟ نعم، كيف سأكون حالة؟ نعم، الآن، سأتحدث بكم، خرجوا الأن المجاوش النقود من المجاوش anson أخيراً على جادة المجاوش لذا ما يجعلوني لكم فقط، نعم ف barnائد، سأتحدث في واحدة هل نفعل ذلك؟ هذه نحن خلال أمامها دخلوا التماع. قالوا هذك ميت لاش. إما في البيت رح يمر دهروا. c'était لفوتة هذك الجوار هذك. مي سيبان نريد. ينبالي رفلكس دين لطير على. Donc c'est un coaching غانيو؟ حي غانيو. هل تخلوكم الإسبان شيخ بيش ديلوا الكونتراتاك؟ بانسور. هذك سيطينوا كونتراتاك. الجوار الشاكمات. فريد. أفضل شيخ. أفريد. 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 المترجم. أفريد. لأن بطيراك. لنفعل ثم نتعلق بحضر. писاء دخلنا. يسعى. يسعى أنه سيارة. سيارة. يسعى لكي يسعى لكي يسعى. يحديد كسيزة. يحسرب لكي. يحسرب لكي. فإن يحسر. كن ويحسرب لكي نفتحج. لكن أفريد. します. أفريد أن يكتشب القليل. ويقولوا بيريري يصاموه من شباب الوزداد لتحق باتحاد العاصمة هذي اللاعب اللي جاء من سكيك دا على مادن من المدينة سكيك دا يقولوا سوفنا مسكين عانا خدم حتى ك عامل عادي يعني عامل عادي عامل عادي من أجل باش ينجح وشافي لايتيرو بيريري بار بختي وليعطالوا الله شونستيعوه واليوم سجل واحد من أجمل أهداف في الضاورات الإفريقية سجل الله بيشناتها هذي كالي صنفر واته وش تخونه على اللاعب تودابور خالد شارمان غارسون تفل سجل البوتير تحت العاصمة في كاسيفة القيار يخدم يخدم في الزاور يخدم دون الماتش يلي لا يلي بريزن يكالكول با ما يكالكولش بالبالك نعيان ريح شوية يكالكول با سيتان غارسون على البالك أمتيبيج واتفل هذيك سيلي بران تكنيك يكمبران فيت ويسمع ويصنط أعتقد أن البيت سيتان شدوف سيتان شدوف ما نجموش نقوله حاجة وحدة أخرى قصرتوا مع بعض الهدف أخا على مالك كما قلتوا لهم ما خفت صحني أنا حكيت كيف يفعل في الفوتبول كيف يفعل كيف يفعل تسكيل الله دي زيدان يطلقها يطلقها لاحب فريد كيف يفعل اللقطات على اللعب الإفريقي كيف يفعل لاعب الأجنابي اقولوا أجنابي بومي ونيتوز دي زافريكان كم حا كيف يفعل كيف يفعل الإنفورماشون كان تحت لالي الميديان أو السترنت اللي داروه والعامل الكبير اللي دارو واسمه محيوز سنكمله في جزء الثالث شيخ على اتحاد العاصمة لمحيوس على طومي وعلى فوضي الحفيض شيخ بشلعة تفضل بالنسبة لاتحاد العاصمة نظن لعب نهائق بالنهائي هذا نهائي لازم يبوي على هذا المباراة إن شاء الله ينجح في الضور النصف يلا حننعود في الجزء الثالث نتكلم على الاتحاد العاصمة وعلى الضور النصف نهائي اللي حيكون ضد فريق ميموزا الإفواري